يعتزم البرلمان البريطانية تصويت اليوم على إجراءات عقابية تهدف إلى مزيد من الضغط المتصاعد على نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وذكرت الحكومة البريطانية أنها ستسعى لتسريع إجراءات العقوبات على روسيا عبر تشريع جديد يستهدف السماح للوزراء بتجديد القيود على الشركات والأثرياء الروس مشيرة إلى أن التشريع يستهدف من لهم صلاة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ردا على هجومه على أوكرانيا